بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء في جلساء في بعض الأحيين احنا محتاجينهم يكونوا معانا طول الوقت ولما بيكونوا موجودين بنصب الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد قوتي أخيرا كثيرا جليس كده لما تقعد معاه يخليك حكيم وعلى فجأة الجليس ده مش لازم يكون جليس بيقولك أفكار لكن ممكن جليس يخليك تضبط نفسك أو جليس يخليك تعرف إمتى تسكت وإمتى تتكلم زي الجليس بتاع النهار ده احنا عندنا ظاهرة بقت منتشرة الفترة دي وزادت قوي اللي هي أخذ موقف من شخص بناء على موقف حد تاني حكاهولك عنه أو من غير ما تسأله أو من غير ما تسمعه إيه اللي كان حصل فبقينا نلاقي ناس متخصصين ودايما بيبقى عندهم ناس بيحاولوا دايما يقطعوا علاقتهم بالناس وممكن يكون على فكرة الناس دولة زوجين وتعرف السبب هو إيه علشان بس ما بقيناش نسمع بعضنا ومعندناش مهارة الاستماع لبعض اللي هو بيسموه الإنصاط والاستماع الجيد وعشان كده أنا عايز أقول لحضراتكم أن ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا وخلق لينا الحواس أول محبي فكرنا بالنعم دي قدم لنا حسة السمع فقال سبحانه وتعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ليه؟ ليه قدم السمع؟ لأن احنا محتاجين السمع كتير وأن السمع ده ممكن يقصد تأثير سلبي على حياتنا وانت عارف الناس الودانيين وهم حتى لما جوم يوم ده يصفوا حضرة النبي عشان يطعنوا قالوا هو أذن فربنا قال أذنه خير يبقى احنا لازم نفهم كويس جدا جدا قيمة الاستماع وقيمة ان احنا لما نتكلم مع بعض وإزاي ده ممكن يفتح علينا باب من أبواب السعادة أو يفتح علينا باب من أبواب الشقاء الجليس الحسن هو إن أنا أعرف إزاي أستمع للناس وأستمع للناس وأنا عايز إيه اللي حاصل وأنا عايز أريحهم وارتاح على فكرة أما ما أسمع الناس أنا مش ما أسمع الناس عشان الناس بس على فكرة أنا أسمع الناس عشان الناس وعشان أنا كمان ليه؟ لأنه ممكن أشقى لما أفهم حاجة غلط لأن أنا ما أسمعتش كويس وممكن بدل ما أسمع حد وأنا في الحقيقة أحس إنه هو واقف جنبي وبيساعدني ممكن لأن أنا ما أسمعتهش بطريقة حسنة أحس إنه هو في ظهري أحس إنه هو بيطعن في ظهري وده مش حقيقي ويمكن المشكلات ممكن تكبر وتتفاقم بسبب إن أحد الطرفين مش قادر يسمع كويس وكثير من المشاكل اللي بقابلها في الإرشاد الزواجي بقابلها بيكون حلها بس إن حد من الطرفين يكون عنده مهارة الإنصاد الجيد فالمشكلة تخلص فورا لكن للأسف ما حدش فينا بقى آسف يعني عنده طولة بال ما حدش فينا بقى عنده استعداد إنه هو يعمل الواجب اللي عليه ويستمع للتاني عشان ساعتها هيبقى الطرفين حسين بإنهما محترمين وعشان كده إحنا في كتير من الأحيان ما ببقاش أنا سامع اللي قدامي وخاصة لو كان زوجتي أو كان زوجي أنا ما بسمعهوش أنا قاعد بس قاعد متربس أنا أسف يعني متربس عشان التقط من الكلام الحاجة اللي تخليني ما اطلعش غلطان وخاصة لو كان الحوار ده في مسألة خلافية ده مش استماع جيد لكن شوف الاستماع الجيد اللي حضرة النبي بيعلمهن اللي هو من سنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتأمل ونصلى على حضرة النبي كده ونشوف حضرة النبي كان بيستمع إزاي جاله عطبة بن ربيعة وكانت قنيته أبو الوليد فقال لحضرة النبي يا ابن أخي ما قال لهش يا رسول الله ولا أي حاجة قال يا ابن أخي إنك مننا حيث قد علمت من الشرف والعشيرة أنت عارف مكانتك عندنا والمكان في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفحت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى وكفرت به من مضى من آبائهم يعني بيقول له إيه أنت كمان كفرت من مضى به من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلق تقبل منها قال له لعلق تقبل منها إيه بعضها أنا أعرض عليك أمور كده انظر فيها فكر فيها وشوف ردك هيكون عليها إيه لإنه ممكن تقبل واحد من الحلول دي فقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبي وأمي صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمعك أنت بتخيلين حضرتكم أن حضرت النبي بيقول له إيه حضرت النبي بيقول له قول وانا سمعك ده هو جاي بيكلمه على إيه بقى شوفوا المقدمة كلها بتقول إن هو هيكلمه في كلام ليس فيه شيء عن الإيمان لكن هو بيكلمه كلام فيه تفاوض على الإيمان حضرت النبي ما قالش دي قضية ما ينفعش أن أنا أسمع فيها دي قضية منتهية أنا أسمع منكم ما أنتم هتؤمنوا أو ما تؤمنوش فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه شوفوا قالوا إيه يا أبا الوليد قل أسمعك أنا سمعك وبينبه أن هو حضرت النبي سيلتزم بالاستماع إحنا محتاجين جدا الأيام دي أن أي اتنين يتعاملوا مع بعض وهم بيسمعوا بعض يقولوا البعض كده اتفضل قول اللي أنت عايزه قول اتفضل حضرتك قول وأنا سامح حضرتك المهمة رد أبو الوليد وقال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك ماذا يعني بيقوله إن كان تراه لا تستطيع رده يعني بيقوله إيه إذا كان اللي بيجي لك ده شيء من الشيطان وشيء من الجن فيقوله لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب شفنا أي حد يعلقك وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه فرغ عطبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم إيه اللي يحصل؟ يستمع منه حضرت النبي بعد كده قال له إيه؟ أقد فرغت يا أبا الوليد إذا خلصت كلامك يعني يا أبا الوليد قال نعم قال فاسمع مني قال أفعل قال إيه؟ فبيقوله إيه؟ اسمع مني قال أفعل أنا أسمعك فقال صلى الله عليه وسلم بي أبي هو أمي بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم وبدأ يقرأ أول سورة فصلت الشاهد أن حضرت النبي عمل إيه؟ سمع كل الكلام اللي مفوش أي حاجة راضي عنها وسمع كل الكلام اللي هو حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يوافق على أي شيء منه وكان ممكن يقطع في أي لحظة بس كتير من العلماء ذكروا مهارات كتيرة جدا للإنصاط ويمكن أن نشمها من كلام حضرت النبي من هذا الموقف مع عطبة فإلا حاصل فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه علمنا سبع مهارات أول مهارة شوف حضرت النبي كان مهتم إزاي وبيسمعه أول مهارة لازم إحنا نعملها وخاصة مع شركاء حياتنا ومع أصدقائنا ومع أحبابنا وده بيدل على إن إحنا فعلا بنحترمهم أول مهارة هي مهارة إن أنا أنظر في عين من يحدثني وما نشغلش عنه بأي حاجة يعني بلاش أنا هو بيكلمني أبص في التليفون وطب إذا جات لي رسالة مهمة أستأذن منه وأستأذن منه وإيه اللي حاصل وأروح أرد على الرسالة بس بعد ما أستأذن منه وأشوف الرسالة بسرعة وأرجع عشان أفهمه إن أنا وإذا كان في حاجة ممكن تتأجل تتأجل بس أهم حاجة إن أنا أبصله في وجهه وفي عينه لكي أظهر له احترامي وتقديري له إذن كان هذه أول مهارة ونكمل ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ونكمل مع بعض المهارات اللي إحنا لازم تكون عندنا عشان يبقى معنا الجليس الحسن ده اللي هو جليس إن إحنا نستمع لآخرين إحنا بدأنا بإن أول مهارة عندنا لازم تكون عندنا وإحنا بنتعامل معه كل ما نتحاور معه إن إحنا أن ننظر في عينيه النظر في العينين ده على فكرة لازم نكون دققين إن بعض الناس لما تيجي تنظف عنه واحد تنظر له كأنه بيعمل إيه؟ كأنه بيلغبطه لا إحنا بننظر وكأننا بنبشره بنقوله إن إحنا مع بعض متواصلين لإن فيه حاجة اسمها لاتصال بالعين فإحنا لازم نعمل الكلام ده وإن إزاي إن محدش فينا ينشغل عن التاني ويقعد يبص في التليفون وبيكلم التاني المهارة التانية والمهمة جدا جدا عشان يبقى معنا هذا الجليس الحسن إدراك معاني الكلمات ومدلولها وبتختلف في ساعات ما بين الطرفين يعني مثلا لما الست تقول حاضر غير لما الرجل يقول حاضر على فكرة بالمناسبة هي بتقوله حاضر وكأنها بتقوله إيه؟ حاضر وكأن هي بتقول ععمل وأنا متضايقة ولما بيقول لها حاضر طيب فهي تفهم إن هو بيطنش وساعات يبقى لما يسألها مالك تقوله مليش فمليش عندها غير مليش عنده يبقى إحنا لازم نفهم مدلول الكلمات طب ده معناه إيه؟ إن كل واحد فينا لازم يعرف التاني ولازم الحاجة اللي تبقى غامضة علينا نسأل يبقى دي تاني حاجة تالت حاجة بقى إن إحنا كمان لازم نتمي بيها إن محدش يقاطع التاني ولا يقترح حلول أثناء الكلام إحنا فقط المطالب مننا إن إحنا وإحنا الطرف الآخر بيتكلم هو إن إحنا نسمع وإنك تسمع الطرف الآخر وإنت مش بتفكره إزاق ومجهاز الردود اللي إنت ترد بيه عليه أو المقترحات لإن ساعتها هو يحس إن كلامه ملوش أي ستين لازمة وإزاق حاضر النبي صلى الله عليه وسلم لم كان يستمع للرجل فييجي الصعابة يقول له لدرجة إن حاضر النبي يكاد في بعض الأحيين إن هو من كتر كلام الرجل وكلامه المسهب حاضر النبي صلى الله عليه وسلم يبانى عليه الإعياء فيحاول يوقفه قاله دعوه حتى ينتهي من كلامه حاضر النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا ننصد ومن قطعش حد والغاية ما انتهي من كلامه وده كان واضح في كلام حاضر النبي مع أبل وليد نعود يبقى إيه اللي حاصب بعد كده يبقى ثالث حاجة إن إحنا من قطعش وأنا نعمل مقترحات أثناء ما اللي بنحاوره وبنكلمه إيه اللي حاصب بيتكلم حاجة الرابعة إن إحنا نخلي أسئلتنا أسئلة استفهامية وفي الموضوع بلاش الأسئلة الإيه الاستنكارية هو يينفع الكلام ده هو الكلام ده برضو مش الكلام ده ده معناه إن إحنا مش فهمين الموضوع لا خلي الأسئلة أسئلة كلها أسئلة استفهامية حقيقية ويبقى البراد منها إن إنت توصل لأي شيء غامض أو للفهم بلطف وبهدوء وليس بإيه وليس بحدة وبالراحة وبلاش الأسئلة اللي إحنا بنقول عليها بلاش الأسئلة اللي إيه لا الأسئلة اللي هدفها لهروب من الموضوع أو اللي تفات عليه اللي تفاف عليه ولا الأسئلة الاستنكارية أو اللي حقيقية لأن ده وتبيبقى ساعتها من السؤال حقيقي ويحس الشخص اللي قدامك إن إنت ولا مخلي لكلامه أي هاتبار خامس حاجة وخامس مهارة إن إنت ما تحكمش على المتحدث اللي بيكلمك ولا تنتقده فبلاش تصدر عليه أحكام مسبقة على الطرف الآخر وإنت بتسمعه وبلاش إن إنت تشغل مكانة النقط ولا تقوله إنت إزاي بتقولي الكلام ده وجالك قلب تتكلم عني وبلاش الطريقة دي بلاش طريقة اللوم وإنت بتتكلم إنت هو إزاي بيحصل كده الزوجة تقولي زوجة قولي إنت إيه اللي مزعالك مني فيجي تكلم وشايل ده كله في قلبك أو مثلا تجي تقوله أو هو يقول لها ممكن تقولي دي بس إنت إيه اللي مدايقك كذا 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 إنت ما بتعجبكش ما بتعجبكش حاجة ما بتعجبكش أي حاجة طب وم أنت طلبت إن إنت تسمعه وتتكلم ليه يبلاش النقد بهذه الطريقة وبلاش ده الناس نما بتطلع الكلام اللي جواه ده من أغلى الحاجات اللي جواه فإحنا لازم نسمعهم باحترام وبتقدير وبلاش حكاية النقد وبلاش أن نوكل لهم الاتهامات المهارة الستة إن إنت تشعر بمن تكلمه وتمنحه وتديله الردود فعلي كده تشعره بإنك إنت فعلا بتصغي إليه وتبت بيظهر في بعض الأحيان في تفاعلك مع وجعه مع فرحته وهو بيحكي لك حاجة حزينة وهو بيحكي لك حكاية مفرحة فإن اللي حاصل تتفاعل معاه وده في الحقيقة هو ده اللي بيخلي الناس تشعر بإنه الكلام مع فلان ده مريح والكلام مع فلان ده كلام حسن وعشان كده إحنا لازم نعمل كده فدي مهارة كمان لازم المهارة دي تكون موجودة عندنا وفي بعدها مهارة تانية جدا جدا إن إحنا بعد ما يخلص الكلام نعمل إيه؟ نلخص الكلام ونلخص الأفكار المطروحة وده كله ده قبل ما تبدأ أنت بالكلام وتلخص الكلام ده قبل ما تبدأ بالكلام وقبل ما تناقش بعد ما يحكي الطرف الآخر ويخلص كلامه ويخلص كل اللي عنده ساعتها هتجمع أفكارك وتحولها إلى حلول واللي قاله لازم تلخصه قبل ما تتكلم فيه نقاط محددة عشان يبقى كلامك على نفس محاور الكلام اللي هو قاله تجمعه في ثلاث نقاط في أربعة في خمسة بس ما نزودش عنده وكده الشخص ده يحس إن إنت إيه؟ إن إنت فعلا كنت بتصغي إليه وبعد ما تعرض عليه الكلام ده لو قالك صح ابدأ أنت بقى في عرض وجهة نظرك ولو قالك لأ في حاجة كمان قل له تمام وضيف النقطة اللي هو قالها بكل هدوء وابدأ بالتسلسل وناقش الكلام بفكري هادئ من غير هجوم على الشخص الآخر ولازم هنا نتعلم إن إحنا نناقش الفكرة مش الشخص دي حاجة مهمة جدا 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 حضرت النبي علمنا إن إحنا دايما نفرق ما بين الفكر والشخص ونفرق ما بين حتى نفرق ما بين المعصية والعاصي وإيه اللي حاصل وعشان كده حضرت النبي علمنا إن إحنا نسمع الكلام لآخره علشان ما يتحولش النقاش من حوار أو استمعنا الآخر إلى معركة كل واحد فينا بيحارب فيها علشان يطلع منتصر حتى لو كان على حساب الآخر يا سيد إحنا لو مشينا في النقاط اللي إحنا ذكرناها دي النقاط السبع المباركة أنا أظنها دي سبعية لفتح القلوب سبعية للتطيب الخواطر سبعية للتواصل الرحيم سبعية عشان نقدر دايماً يكون كل واحد فينا سبب من أسباب التخفيف وسبب أبواب وباب من أبواب الرحمة على الآخرين أقول لكم حاجة اللي عايز فعلاً ينفذ وصية حضرت النبي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحموا من الرحمن وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يتواصل مع الناس بالطريقة دي هي دي طريقة الرحمة اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصانا على بعض بيها يا رب جعلنا دايماً من أهل الرحمة وجعلنا على الدوام نكون من أهل التواصل الرحيم ومن أهل كمان التواصل اللي يخفف ما يتقلش التواصل اللي يرحم ما يعسرش التواصل اللي يفتح القلوب على حضرة المحبوب سبحانه وتعالى فاصل وننتقل بحضراتكم عشان نجاوب على أسئلتكم من باركة اللي وصلتنا على صفحاتنا صفحة بن نامي جعلت وعسروا ولكن بعد الفاصل